ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق على خطى صيف الإسلام القذافية يسير خليفة حفطر نحو استحقاق الرابع والعشرين ديسمبر الرجل العسكرية يقدم نفسه مرشحا لرئاسيات ليبيا بإعلانه ذلك رسميا يومين فقط عقب إعلان مفوودية الانتخابات استلامها ملف طرشح نجل الزعيم الراحلي معمر القذافية لهجة جديدة غير معتادة رافع بها حفطر عن خيار الانتخابات كمخرج وحيد من الأزمة الحادة التي انغمست فيها ليبيا كما وصفها لا يريد السلطة بل قيادة الشعب الليبي والبحث عن مأمن لأموال الليبيين وثرواتهم وفق تأكيداته عبر كلمة متلفزة بثت الثلاثاء وبين الترشح المثير للجدل لكل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفطر جاءت تأكيدات من داخل مبنى مجلس النواب الليبية بعزم رئيسه عقيل صالح تقديم ملف طرشحه لفرع مفوودية الانتخابات بمدينة بنغازي خلال اليومين القادمين رغبة يدعمها صالح بما يعتبرها استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا المتخم بمخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا انتقل بموقفه من الترشح من عدمه الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب كما يشدد إلى الانتقاد اللاذعي للقوانين الانتخابية بوصفها معيبة ومفصلة على مقاس بعض الشخصيات وفي الأثناء تحول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفطر إلى مظاهرة واقتحامات لعدد من مقار المفوضية العليا للانتخابات خاصة غربي البلاد ما جعل الهيئة تعلن إغلاق مقارها بكل من الخمس وغريان وزليتا وضع لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي شهدته مدينة مصراطا قبل ساعات تطورات وتجاذبات تضع خارطة الطريق المرسومة للدفع بمصار دعم الاستقرار في ليبيا على صفيح ساخن قبيل نحو شهر عن موعد الانتخابات مقابل تلويح جدي بتسليط عقوبة على كل طرف يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا ترجمة نانسي قنقر